لسه فيه أزمة المسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بسبب طبعا عدم اقتناع بعض المسؤولين في لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقيادته للفريد والغرامة المالية التي وقعتها على مسماني من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عمل أزمة كبيرة للمدير الفني والمدير الفني طلب من رئيس النادي أن يتم تخفضها ورافض محمود الخطيب تخفضها خلال الفترة اللي فات كل ده أتخلى مسماني وهو عنده يعني علاقة أو شركة تسويق بدرها زوجته أو شركة تسويق معينة بدأت أو بدأ يطلب منها أن هي تسويقه في الخليج في محاولة أو تحسبا لإقالته خلال الفترة المقبلة علشان طبعا في حالة إقالته أو في حالة رحيله عن النادي الأهلي بعدما تردد وبدأ يعرف أن فيه انتقادات لي بشكل كبير سواء من دخل النادي الأهلي وعدم رضاء المسؤولين بدليل طبعا العقوبة اللي وقحها محمود الخطيب على مسماني بعد الخسارة طبعا من السوبر أو خسارة السوبر إلى جانب طبعا العقوبة دي زي ما قلت لك قبل كده عقوبة لها علاقة بخسارة السوبر وخسارة الدوري خسارة البطولتين مش خسارة بطولة واحد ويمكن العقوبة دي برضو اللعيبة كانت رفضاها بشكل كبير لعيبة النادي الأهلي ومسماني زي ما بقولك حاول أن يخفضها لكن محمود الخطيب رئيس النادي رفض لكن مسماني بدأ يدور على عرض خلال عرض خارجي عرض خارج النادي الأهلي تحسبا لإقالته خلال الفترة المقبلة سواء بقى ما تردد كمان واللي وصله وخلي بالك هو بيتابع بشكل كبير جدا وعنده مستشار إعلامي بيبلغه باللي بيحصل واللي بيكتب واللي بيتقال في البرامج فبالتالي هو على دراية فيما تردد عن إمكانية رحيله في أي وقت فبدأ بيأمن نفسه وبدأ يطلب من شركة التسويق دي إنها تبدأ تسواه وتحديدا في الخليج وتحديدا كمان في الإمارات النحية التانية النادي الأهلي بدأ فيه بيدور على مدربين أجانب مدربين تحديدا من البرتغال وأسبانيا واللي هيقول لك غير كده يبقى يعني بيجمل لك الكلام أنا بقول لك معلومة مؤكدة إن النادي الأهلي أو بعض وكلاء المدربين في البرتغال مدرب كبير بدأ يستفسر عن تاريخ النادي الأهلي وإسم النادي الأهلي في إفريقيا أو في الشرق الأوسط هل بقى ده هيكون خلال الفترة المقبلة هيتم ده خلال قبل بداية الموسم خلينا نشوف لكن الوضع الحالي هو إن النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت استطلع بعض السير الزاتية الخاصة بالمدربين الأجانب وتحديدا من البرتغال وأسبانيا إلى جانب الناحة التانية موسماني بدأ يدور له على عرض خليج خلينا نشوف إلا هيتم خلال الفترة اللي جاية وزي ما قلت لك إن سامي قمصان شايف إنه هو الأحق بإنه يكون مدرب عام للفريق خلال الفترة المقبلة وصلت طبعا ترشحات خلال الفترة اللي فاتت لعلق ميهوب لردش حاتة لأسماء طبعا مختلفة خاصة بأبناء النادي الأهلي لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار طبعا على المدرب العام الأهلي طبعا أكد على إن محمول كهرباء يعني ما فيش أنباء عن اللي استغناء عنه خلال الفترة اللي جاية بيرستاو طبعا وهو طبعا أزمة إصابته اللي أثرت خلال الفترة اللي فاتت وبقوة يعني الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي أوصى بعدم مشاركته أو عدم سفره إلى النيجر النادي الأهلي هيقابل بطل النيجر في الدول 32 طولة دول الأبطال فدكتور الفريق قال ما يسافرش مع البعسة محمد محمود بقلغ النادي الأهلي أو بقلغ سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي أنه مش عايز يمشي وعايز يكون متواجده أنه هو طبعا ما خدش فرصة كاملة في النادي الأهلي بسبب طبعا الأصابات اللي تعرضت لها خلال الفترة اللي فات طيب بيرامدز بيرامدز بعد طبعا فشل المفاوضات اللي كانت بقوة مع ناصر ماهر اللي انتقل إلى فيوتشر مقابل 15 مليون جنيه واللي كان فيه اتفاق مبدأي ما بين ناصر ماهر ومسؤولين نادي بيرامدز على الانتقال إلى بيرامدز الموسم اللي جاي وكان فيه اتفاق أنه هو أول لما هيوقع بشكل رسمي هياخد عشر مليون جنيه مؤدم تعاقد لكن طبعا هو انتقل وبسبب طبعا رفض النادي الأهلي التعاون أو التعامل مع المسؤولين في نادي بيرامدز وانتقل وإصرار ناصر ماهر على الرحيل من النادي الأهلي في ظل وجود مسماني المدير الفني للفريق انتقل طبعا ناصر ماهر إلى نادي فيوتشر مقابل 15 مليون جنيه لكن الأهم بقى والخبر الأهم أن بدأ المسؤولين في نادي بيرامدز يفتحوا مفاوضات مع حمد فتحي هتيجي تقول لي حمد فتحي مرتبط بتعاقد مع النادي الأهلي المفاوضات ما لهاش علاقة أبدا بمدة التعاقد لها علاقة بأننا ممكن اللعب يكون رغبته أنه هو عايز يمشي بدليل أن ناصر ماهر مرتبط بتعاقد مع النادي الأهلي وفي النهاية انتقل إلى نادي فيوتشر أو كان بيطلع على سبيل الإعارة لكن مقتنعين جدا أو إيهاب جلال المدير الفني النادي بيرامدز حاطط حمد فتحي أو أوصى بالتفاوض مع حمد فتحي لاعب النادي الأهلي هل بقى الإغراءات المالية ممكن تدفع حمد فتحي إلى الرحيل خلال الفترة المقبلة